على أصوات كنحييكم مستمعينا مجددا مرحبا بيكم معنا مباشرة في معلومة جديدة طبعا كنذكر أنه كل يوم معلومة لي كتعاونكم معلومة لي كتكون بواحد شكل مبسط جدا كتفيدكم وتعاونكم اليوم غدي نتكلم غير على نشيف نفس الطبيعة دي الموضوع اللي تكلمت فيه البارح البارح كنت نتكلم على حرية التصرف فيما نملك طبعا ذلك طبقا للقانون السيارة كيف قلت الدركي ولا الشرطي ما عندوش حقيق يطلب لك وكالة حيطلت لك وكالة بحالة تفسرد فيك على أنك صارق إلى حين أن تثبت عكس ذلك أنك تسوق السيارة بدون إذن صاحبها إلى أن تثبتها بأنك لك الإذن لا هو العكس هو الصحيح أنك مهما ما عندك السيارة وتتسوقها إلا فهناك قرينة بسيطة طبعا بأنك صاحب السيارة أو لك إذن صاحب في السيارة منك يكون شي واحد سرقته سرقته السيارة أعاتي ديديك ساعة شي كهية ديالو وكتكون واحد المذكرة على المستوى الوطني وفي الحدود باش لك السيارة في المقينها كنقبطوها منك تكون سرقة يعني مشي مشي العكس مشي كنقبطوه كل شي نفتاد فيه بأنه ورا سرقها ولا ما عندوش الإذن نفس الشي اليوم المعلومة ديال اليوم نفس الموضوع هو منك تكون تخرج بسيارة ديالك ونتشاريها بقرد من مؤسسة بنكية وفيها طبعا واحد الخطين كتكون البطاقة رمضية مستارة ما معنى مستارة أي فيها واحد الخطين متقابلين كتعني على أنها موضوع قرد هات السيارة خديتها بقرد شريتها خديتي قرد ما عندو البنكة سلفتي بشريتها السيارة كتكون بطاقة رمضية في هذه الخطوطة بجوجه كتكون خارج مثلا ومشيتي لنفريد غادي على على الميناء تنجا المتوسطي الميناء الجميل ديالنا والكبير جدا تمكن مثلا رجال أو نساء جمالك يطلب منك يقول لك هذي سريها بالقرد من البنكة أعطيني ورقة باش البنكة كتأدل لك تخرج بسيارة على برا حتى هذا خطأ وأنا كيف سنقول البارح والمعلومات البارح والمعلومات اليوم الله يجزيكم بخير راه العلم للإنسان كما بغي يكون فهو محدود أنا علمي ضعيف جدا بسيط ولكن كان اجتهد كان بشين بحث وتنقلب فذهذا اللي لقى معلومة والقنص قانوني ديال لك زيل لك شيء يقول البارح يصلح لي قوله الله يجزيك بخير وللقى معلومة في نص قانوني أيضا ضد هات شيء يقول اليوم بالنسبة لجمارك يصلحني أنقل نعتذر على الخطأ إلا ارتكبته فإن اجتهدت وأصبت فلي أجران وإن اجتهدت ولم أصب فلي أجرون واحد ولكن تذكر أجر مسحوا بعد ذلك الخطأ إلى صحة وإن الله يجزيكم بخير النظر خاصة مع الناس الميهنيين يعني الناس الجامريكي لك يسمعونه أو المختصين في هذا الميدان هذا فالجمركي أو الجمركية ما عندهمش الحق يوقفوك يقول لك عطيني وثيقة من البنكة ديالك كتأدليلك باش تخرج علاش حيث ندير عقد والعقد عنده آثر نسبي بين الطرفين فقط أنا والبنك كتسالني كتقطعولي اقتطاعات كناخد السيارة كنتصرف فيها تصرف مطلق ما معنى مطلق في الاستغلال ولكن ليس لي حق تصرف فيها ما معنى تصرف فيها بيعيها أما الاستغلال ديالها فلي حق مطلق في الاستغلال ديالها نشي ندير بيها اللي بغيت ونشي بيها في اللي ما بغيت من غير إلى النهار اللي خديت القرد عندكم البنك كتبتولي في العقد شرط من الشروط أنك يمنع عليك استعمال السيارة خارج الحدود مملكة المغربية وقبلت عليها هذي ما عنديش الحق هنقولك ليش هذي بيخير مني بغيت نخرج بلا ما يقفوني الجمركيين هنجي عندك مباشرة اللي كتبخير عندي واحد شرط في العقد بإنني ما يمكنيش نخرج بيعلى برة أعطين لي خليك واتي قارني بغيت نخرج كإدنولي باش نخرج أما لا ما كانش هذي شرط هذا راه ما كانش اللي يتكلم معك ومخصهم مش يتكلموا معك ومعندهم مش ساند قانوني باش يتكلموا معك الجمركيين يقولك أرى الأثر النسبي دي العقد هو أنه هذا يلزمني أنا تجاه البنكة ويلزم البنك تجاهي أنا بتمكيني من استغرار السيارة التي أستقلها أو اشتريتها بثمن أو بمرغ القرض اللي خليت معند البنك إذن ما يمكن لهم شي يوقفوك يقولك أعطينا لأنها كيف ترد فيك بإنك أنت غادي تخرج تسيارة تهرب من تتخلش الناس وديك ساعات البنكة لها الطرق باش يمكن لها تدير تحصيل دي الحقوق ديالها أو الدين ديالها اللي كتسيارك طبعا ركا تكون أعطيك أعطيها أنت ضمانات والضمانة الأساسية اللي كنا نكون أعطينا في هذه الحالة هذه هي أديك السيارة أنك ما يمكن لك اشتبيعه إذن ما يمكن لك نفترضو سوء النية في المقترد ومن يبغي يخرج ونقول له ولكن لدر تهلو في العقد ديك ساعات عادي يمشي ياخد الوثيقة وعادي يمكن له يخرج ويغادر الأقليم أو الأقليم أقليم مملكة المغربية يعني الحدود ديال المملكة المغربية من يكون خارج نقول له مها الوريقة ديالي باش أنا خارج أني خليتها من البنكة إلا ما كان شرط الشرط هذا فلك حرية استغلال سيارتك سوء نحن أو على بره وما كانش اللي غادي مفروض نأتني نقول لك على القانون ولكن شي واحد وقفك نقول لك ترخيرك أعطيني الله يخليك يستند القانوني أنا ديك ساعات نتحمل المسؤولية ديالي هالشي ديالي هالسيارة نخليها مش نجيب ديك ساعات وريقة من بنكة اللي أعطيتني هاد القرض باش نخرج إذن مرة ممكن لاش ندخلو ممكن لاش نديرو هاد الإكراه على المواطن أو المستهلك ديال القرض أو المتعامل مع البنك ندير عليها الضغط هذا ونقول له ما تخرش إلا ما أخذيش الوطيقة ما يمكنش أنا كتقطعو لي وكان خلص اللي إليها والواجب ديالي وقايم به فهات السيارة سكتخلي لي نتصرف بيها ولكن نهار اللي بغين ديال القرض اللي اللي يخليك ما تخرش بيها نقول لك واخ إلا قبلت نقول لك واخ إذن معلومة اليوم حول حرية استغلال السيارة خاصة سيارة لكتكون شرت عبر قرض من مؤسسة بنكية إذن حرية الاستغلال ديالها سواء داخل أو خارج أرض الوطن